اشتركوا في القناة من خلال الاشياء دي نقدر نخفف البلاء ونخفف الحزن ونرفع الهم ونربط على قلوبنا ان شاء الله من خلال خمس امور مهمين جدا فيهم الفرج وفيهم النجاة من كل ابتلاء ان شاء الله هنتكلم عن الامور دي بالتفصيل بس قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو احب اقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشعارات ليصلكم جميع الفيديوهات باستمرار اول شي اخواني العزاء من الامور اللي هي ترفع البلاء وتسكن الحزن هي الدعاء قال شيخ الاسلام ابن تيميع الدعاء سبب يدفع البلاء فلو كان الدعاء اقوى من البلاء دفع البلاء ولكن اذا كان البلاء اشد واقوى من الدعاء فلا يدفعه ولكن يخفف الابتلاء فاحنا المطلوب مننا ان احنا طول ما عندنا ابتلاء ندغي ربنا ونتوجه الى الله بالدعاء قال ربكم دعوني استجب لكم الامر الثاني اخواني العزاء الصلاة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة رواه احمد الامر الثالث الصدقة وفي الاسر مقولة في الاسر داووا مرضاكم بالصدقات اي اخواني العزاء اي شخص عنده ابتلاء او مريض او مهم هم شديد او والده تعبان او بنته تعبانة او امه تعبانة او هو عنده مرض نفسي او اي حاجة من انواع الابتلاءات او ان هو مثلا عنده ابنية وعاوزة حقها والابنية دي متأخرة عليه فممكن يعالج نفسه بحاجة بسيطة جدا الصدقة الصدقة دي ممكن تمشي امور كتيرة جدا احنا ما نتخيلهاش زي ما انت هتفك على الشخص اللي هتصدق عليه دا بحاجة اه طبعا انت هتكون سبب في ساعته فربنا سبحانه وتعالى هيكفأك ان شاء الله وممكن تكون الصدقة دي سبب في تيسير امور كتيرة جدا متعطلة او سبب في شفاء اه مرض اعزاكم الله فطبعا تاني امر دا او تالت امر لازم نخلي بالنا منها وهي الصدقة الامر الرابع اخوالي اعزاق تلاوت القرآن القرآن دا اخوالي اعزاق لازم يبقى عندنا ورد يومي نقرأ القرآن فيه وخاصة لو عندنا ابتلاء او عندنا هم يعني سبحان الله فيه اية في القرآن الكريم تقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يعني القرآن سبحانه وتعالى طول ما احنا بنقرأ فيه هو شفاء ورحمة لنا فلازم نقرأ القرآن باستمرار وطبعا دا بركة وخير لنا الامر الخامس اخوالي عزاق الدعاء المأصور يعني ايه الدعاء المأصور الناس اللي هي بتصيبها مصيبة او ابتلاء بتقول ان لله وانا اليه راجعون دا هو الدعاء المأصور اللي هو وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وانا اليه راجعون يعني اللي يقول المقولة دا هي ان لله وانا اليه راجعون ساعة الابتلاء وساعة المصيبة ربنا سبحانه وتعالى بيخفف عنه المصيبة وفي الوقت دا هو بيكون راضي عن الابتلاء وعن المصيبة فدي من الاشياء الجميلة جدا اللي تقدر تمتص بيها البلاء وتربط على قلبك وتسكن الحزن اللي في قلبك انك وبشر تسمع الاية دي وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وانا اليه راجعون فانك تقول ان لله وانا اليه راجعون دي بشارة انت رجل صابر ومحتسب ربنا هيفرج عليك ان شاء الله وهيجعلك من المبشرين باذن الله اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته